أنا عايز أقولك بس الناس اللي بتتكلم إن الرجل هيغيب لحد يناير ومشي طب مرح لجب سكوتش هو حتى يا سيدي إحنا طبيا مش قوي هو فيه واحد لو عنده كسر أو شرخ هيلبس سكوتش في التمرين استحالة يعني حتى سيبك إحنا يعني أنا بكلم لغة العقل هنا لغة العقل هي الصورة موجودة على فكرة على الصفحة رسمية للنادي بتوضح لك الموقف وسام أبو علي الأقرب إنه هيكون جاهز لمطش أورلاندو بيروتس بإذن الله حسب عدتنا عندي لكن أنت جهاز فاني عندك حسابات ممكن تشوفوا أورلاندو بيروتس دي يعني خصوصا لو ربنا كرأ مكسيت بكرة هتبقى أنت ممكن حساباتك إنه عندك بطولة الانتر كونتيننتل بطولة ممكن تكون المرادة الفرص كويسة بالنسبة لك فممكن خد بالك عشان بس الناس لما شافتش وسام أبو علي قدام أورلاندو بيروتس ما تحطش الحزب تقول لك الناس قالت ما ممكن الجهاز الفاني طب مرة أنا أعطيها كان مطش الاتحاد كان جاهز وممكن لا وكان عدك وكان أنت كنت محتاج له والراجل ما فكرش فيه وسقي يسر إبراهيم يسر إبراهيم كان موجود وجاهز أنت أحيانا بتبع عندك خيارات بتبص مثلا مطش السادة بالجان ريحت مران عطيها جاي من المنتخب عنده كادمة بسيطة رحت مريحه يسر إبراهيم رجع وبيتمرر بس أنت محتاجه لمطش اللي بعده فبقى عندك حسابات فنية قدامنا هو حتى جانب من مران النهاردة ده المران قدامنا هو موجود في التمرين شايفين اللعيبة ده التدريب على فكرة اللي كان مفتوح لكل وسائل الإعلام الربع ساعة المسموحة للإعلام عشان مباراة بقرة بإذن الله أكرم توفيقه هو كمان كوكا كل اللعيبة قدامنا هيا أستاذ حاجين عيوة عاصي عندما عندك دلوقتي في الأصل اللي فيش حاجة عندك تخبيها فيش حاجة بتستخبر فيش حاجة بتستخبر لو أنت خبيتها دلوقتي السوشيال ميدي ما بتخليش لكن أنت كنت صريح جدا فيه أكتر من التراجل تان في جهاز تلعيم برحلك يعني الموضوع مش محتاج فأنا بقولك فيه حسابات فنية بتبقى تلزمك على مطشات معينة أنت تلاعب ناس وما تلعبش ناس طب ما هو مثلا محمود كهرباء كان بعيد اللي كان بيبدأ الفتر لعجل كسترايكر صريح في حال تغيبه زمين طهر محمد طهر بالظبط أنت المطش العدد روح تملعب كهرباء هو إحنا وصلنا للمرحلة أنت مش هتوقت تقوله مدير الفان أنت بتلعب مين وبتلعبوا ليه وعشان إيه هو الراجل وجهة نظره أن يلعب مثلا مران عطيه رياحه المطش العدد فلو أورلاندو بيرتس الراجل ما داش فرصة لو سامو وعلي رغم أننا المعلومة اللي عندي الراجل هيكون جاهز وشارك في التروني شكل طبيع